موسيقى 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 نعم النهاردة احنا الحياة يعني قلنا ان المفروض تكون الفعاليات الخاصة باحياء ذكرى الشهيد ذكرى السنوية الاولى للشهيد السنوية المضيف فيما كان استشافة احيات ما كان استشافة عند الاتحادية نعم نهاردة اه تبدأ الفعاليات ساعة ثلاثة عصرا بعد ساعتين من درواتي هتكون مبارا عن ان احنا جايبين حوالي 150 صورة للشهيد في جميع وقفاته سواء صحفيين او حتى تتظن في وقفاته الاحتجارية ضد جماعة الاخوان عندما كان يهتف على صوته عند السلال من قط الصحفيين وفي جميع المسيرات والمظاهرات يسقط حكم المرشد لان جامعة الاخوان الكاذبة بعد استشهده انه كان ينتمي لجامعة الاخوان يعني دي دي طريق جامعة الاخوان الكاذبة التي تعودنا عليها طيبا 80 سنة من تاريخ الجماعة وتأسيسها يعني الشهير حسين ابو ضيف كان عدو في حزب النصري وكان عدو في علامة التلسيقية لحركة كفاية يعني وبعدين ده من 2004 وهو كان بيناد حكم الرئيس النخلوح حسن مبارا وبعد ان يعني قامت الجماعة بركوب الثورة حاول مراهضتها وبعد ان نجح مرسي بالتزوير او بصفقة مع المجلس العسكري في اتخابات الرئاسة نهض ايضا حكم مرسي وقال بعلوه صوتي بعلوه صوتي يسقط حكم مرسي سبب اختيار الشهير الحسيني انه كان يوسط جرام الاخوان في جليل الفجر ويفضح تلك الجماعة نشرة تحقيقا موثقا بان مرسي قام بالافراج عن شقيق زوجته ويدعى محمود علي بيش يعني يعمل في الادارة الهندسية في مدينة ناصر وكان يعني في قضية عشو عليه وحكم التابسين خيابي مرسي افرد عنه واسقط هزن الحكم ونشر ذلك الشهيدة الكسينة بوديف لجريدة الفجر مما كان سببا او احدى الاسباب في اختياره الكسينة بوديف كان يعمل صحصيان ويعمل مناضلا وكان يريد ان يستفيد بوقته في الاربعة اشياء في فتح تلك الجماعة ومنهضاتها لانه كان يحب الثورة ولا يريد ان يتاجر بها احد مثل جماعة الاخوان المسلمين مشكورك الاستاذ حسين السوي في مقرر لجنة الشهيد الحسيني ابو ضيف موسيقى